موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة ورسوله واسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفئوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرات عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله وفول رحيم قال الإمام أبو جعفر محمد النجليل الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفئوا من الأرض قال وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على المحاربي من العقوبة على قدر استحقاقه وجعل الحكم على المحاربين مختلفا باختلاف أفعالهم فأوجب على مخيف السبيل منهم إذا قدر عليه قبل التوبة قبل أخذ مال أو قتل النفي من الأرض وإذا قدر عليه بعد أخذ المال فقتل النفس المحرم قتلها الصلب لماذا ذكرت من العلة قبل لقائلي هذه المقالة فأما ما اعتل به القائلون إن الإمام فيه بالخيار من أن أو في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض فنقول لا معنى له لأن أو في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني لو لا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتها وقد بينت كثيرا من معانيها فيما مضى وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها إن شاء الله فأما في هذا الموضع فإن معنها التعقيب وذلك نظير قول القائل إن جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أن يدخلهم الجنة أو يرفع منازلهم في عليين أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين فمعلوم أن قائل ذلك غير قاصد بقيله إلى أن جزاء كل مؤمن آمن بالله ورسوله فهو في مرتبة واحدة من هذه المراتب ومنزلة واحدة من هذه المنازل بإيمانه بل المعقول عنه أن معنى أن جزاء المؤمن لم يخلو عند الله من بعض هذه المنازل فالمقتصد منزلته دون منزلة السابق بالخيرات والسابق بالخيرات أعلى منه منزلة والظالم لنفسه دونهما وكل في الجنة كما قال جل ثناؤه جنات عدن يدخلونها فكذلك معنى المعطوف بأوء في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله رسوله إنما هو التعقيب فتأويله إن الذي يحارب الله رسوله وأسعى في الأرض فسادا لن يخلو من أن يستحق الجزاء بإحدى هذه الخلال الأربع التي ذكرها الله عز ذكره لا أن الإمام يحكم فيه ومخير في أمره كائنة ما كانت حالته وعظمت جريرته أو خفت لأن ذلك لو كان كذلك لكان للإمام قتل من شهر السلاح مخيفا السبيل وصلبه وإن لم يأخذ مالا ولا قتل نفسا وكان له نفي من قتل وأخذ المال وأخاف السبيل وذلك قول إن قاله قائل خلاف ما صحت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل قتل رجلا فيقتل به أو فقتل به أو زن بعد إحصان فرجم أو ارتد عن دينه وخلاف قوله القطع قوله صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدها وغير المعروف من أحكامه أن يجعل أن واحد زاد على القتل أنه كان عبر قطع الطريق يبقى إزاي لما يقتل فقط من غير خفط الطريق وقطع الطريق وشهر السلاحي فيها يكون جزاؤه أشد وكيف أن السارقة تقطع يده من غير أخفط طريق يبقى إزاي أنه تكون عقوبته يجوز للإمام أن يخففها مع أن جرمه أشد أنه يجعلها نفي من الأرض فقط هذا ليس بصحيح قال فإن قال قائل فإن هذه الأحكام التي ذكرت كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير المحارب وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به قيل له فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه عشان عاجون للآية نزلت في المرتدين وهي في الحقيقة نزلت في المرتدين لكن كانوا محاربين فنزلت بوصفهم ربما تحتم قتلهم لكن قد فعلوا كل ما قد يفعله المحارب يعني ما فيش حاجة في الحديث تخالف ما ثبت في الآية قال فإن ادعى عنه صلى الله عليه وسلم حكما خلاف الذي ذكرنا أكذبه جميع أهل العلم لأن ذلك غير موجود لأن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة إن المحاربين لهم أكم دنيا اللي ورد فيهم نزلت فيهم الآية هم الذين فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل قال وإن زعم أن ذلك الحكم هو ما في ظاهر الكتاب قيل له فإن أحسن حالاتك أن يسلم لك أن ظاهر الآية قد يحتمل ما قلت يحتمل قلت من التخيير وما قاله من خلفك يحتمل دا ويحتمل التعقيب فما برهانك على أن تأويلك أولى بتأويل الآية من تأويله وبعده فإذا كان الإمام فإذا كان الإمام مخيرا في الحكم على المحارب من أجل أن أو بمعنى التخيير في هذا الموضي عندك أفله أن يصلبه حيا ويتركه على الخشبة مصلوبا حتى يموت من غير قتله فإن قال ذلك له خالف في ذلك الأمة وإن زعم يعني يقصد له بيقول الكلام دا عايزيوني كلمة يصلبوا ما تحتمل ذلك عند في ظاهر الآية إن دا محتمل فيها لكن هذا الأمر ليس المقصود عند عامة العلماء عند عامة العلماء أن يقتل ويصلب أن معنى الصلب أنه عند الجمهور يعني أنه بعد ما يتقتل يوضع على صليب قال وإن زعم أن ذلك ليس له وإنما له قتله ثم صلبه أو صلبه ثم قتله يعني دا أقصى حاجة مش هيسيبه كده هو إيه جعان أنه يقف مصدوب لغاية ما يموت إما أنه يقتله بعدين يضعه على الخشبة أو أنه هو على الخشب بعد ما يحطوه بعد ما يصلوه إيه يقتله قال ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل أن أو تأتي بمعنى التخييص لأن كلمة أو يصلبه تشمل الاحتمالات دي بما فيها الاحتمال اللي هو متفق أنه هو مش هو اللي تعمل اللي هو أنه يصلبه ثم يتركه هكذا إن دا يعني قتل ليس إحسانا في القتل وقيل له فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع ولم يكن له الخيار في الصلب بوحده حتى تجمع إليه عقوبة أخرى إذن تقول أنه يقتل يصلبه أو بعدما يصلبه يقتله وليس له أن يتركه هكذا وقيل له هل بينك وبين من جعل الخيار حيث أبيت وأبى ذلك حيث جعلته له حيث جعلته له فرق من أصل أو قياس يعني أنت ليه ما قلتش له أن يصلبه دون قتل قلت لا ما فيش كده تم هي ظاهر الآية أنه يصلبه فقط دون قتل ودون قطع يد أو رجل قيل له هل بينك وبين من جعل الخيار حيث أبيت وأبى ذلك حيث جعلته له فرق ليس بينك وبين من جعل الخيار في ذلك له فرق من أصل أو قياس ظن أو قياس ظن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناديه نظر عايز يقول الحديث في ضعف عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر نزلت في أولئك النفر العرانيين وهم من بجيلة قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام زي ما قلنا دي ضعيفة والإسناد طبعا فيه الوليد المسلم وقد عن عنه وهو قبيح التدليس وفيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف أيضا قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن القضاء في من حارب فقال من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه قد يقول إن ده مش بيحتاج بيه لأنه ضعيف بس يشهد للمعنى الذي اختاره وإن أو للتخيير ليست للتخيير بل للتعقيب أو ابن جليل اختار من أهل التعقيب يعني كل ذنب على قدره وهذا هو المعقول من جهة المعنى ومن جهة عمومات الشرع الأخرى في السارق والقاتل فلا يصح القول بالتخيير مطلقا قال وأما قوله أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف فإنه يعني جل ثناء أن تقطع أيديهم مخارفا في قطعها قطع أرجلهم وذلك أن تقطع أيمن أيديهم وأشمل أرجلهم أشمل الشمال يعني فذلك الخلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فذلك الخلاف بينهما في القطع ولو كان مكان من في هذا الموضع على أو أو كان في هذا الموضع على أو الباء فخلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم على خلاف على خلاف أو بخلاف الموجود عندنا كلمة خلاف وخراس لكن هو ذكرها أم لها على أنت عندك على الموسط الإلكترونية صح هذه خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم على خلاف أو بخلاف لأدى عما أدىت أما أدىت أما أدىت عنه من من هذا المعنى يعني من خلاف زي بخلاف زي على خلاف قال واختلف أهل التأويل في معنى النفي الذي ذكره الله في هذا الموضع فقال بعضهم أن يطلب حتى يقدر عليه أو يهرب من دار الإسلام يعني يلحق دار الكفر عن السدي أو ينفو من الأرض قال يطلبهم الإمام بالخيل والرجال حتى يأخذهم فيقيم فيهم الحكم أو ينفو من أرض المسلمين عن ابن عباس قال نفيه أن يطلب والأخلاف الظاهر لماذا لأنه بيطلب قبل أن يقدر عليه إذا والآية فيها أن النفي بعد أن قدر عليه عن ابن عباس أو ينفو من الأرض يقول أو يهرب حتى يخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب عن يزيد بن أبي حبيب عن كتاب أنس ابن مالك إلى عبد الله بن مروان أنه كتب له أنه كتب له أنه كتب إليه ونفيه أن يطلبه الإمام حتى يأخذه فإذا أخذه أقام عليه إحدى هذه المنازل التي ذكر الله جل وعز بما استحل وده في الحقيقة ليس دليلا على هذا القول القول يقول أن النفي هو أن يطلبه لكن ربنا سبحانه تعالى ذكر النفي ضمن العقوبات إذا طلب فقدر عليه قال الوليد فذكرت ذلك للليث بن سعد فقال نفيه طلبه من بلد إلى بلد حتى يأخذ أو يخرجه طلبه من دار الإسلام إلى دار الشرك والهرب إذا كان محاربا مرتدا عن الإسلام قال الوليد وسألت مالك بن أنس فقال مثله عن الوليد قال قلت لمالك بن أنس والليث بن سعد وكذلك يطلب المحارب المقيم على إسلامه يضطره بطلبه من بلد إلى بلد حتى يصير إلى ثغر من ثغور المسلمين أو أقصى جوال المسلمين فإنهم طلبوه دخل دار الشرك قال لا يضطر مسلم إلى ذلك يعني يقوله أنه يروح لأبعد حتة بس دار الشرك المرتد لكن الذي لم يتطر إلى الخروج إلى دار الشرك كأن دار الشرك يعقوب الوحدة الناس النهار أمنية حياتهم أنهم يروح دار الشرك قال لا يضطر مسلم قال لا يضطر مسلم إلى ذلك عن الضحاك أو ينفى من الأرض قال أن يطلبه حتى يعجز عن الحسن أو ينفى من الأرض قال ينفى حتى لا يقدر عليه عن الربيع بن أنس أو ينفى من الأرض أخرج من الأرض أينما أدرك أخرج حتى يلحق بأرض العدو عن الزهري قال نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه فلا يقدر عليه كلما سمع به في أرض طلب عن قتاد أو ينفى من الأرض قال إذا لم يقتل إذا لم يقتل ولم يأخذ مالا طلب حتى يعد عن محمد بن كعب القراضي وعن سعيد بن جبير أو ينفى من الأرض من أرض الإسلام إلى أرض الكفر وقال آخرون معنى النفي في هذا الموضع أن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدة أخرى عن سعيد بن جبير أو ينفى من الأرض قال من أخاف السبيل نفي من بلده إلى غيره لقول الله عز وجل أو ينفى من الأرض عن حبان ابن شريح أنه كتب إلى عمر ابن عبد العزيز في اللصوص ووصف له لصوصيتهم وحبسهم في السجون قال قال الله في كتابه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وأسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وترك أو ينفوا من الأرض فكتب إليه عمر ابن عبد العزيز أما بعد فإنك كتبت إليه تذكر قول الله جل وعز إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وأسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وتركت قوله أو ينف أو من الأرض فنبي أنت يا حبان ابن أم حبان لا تحرك الأشياء عن مواضيعها أتجردت للقتل والصلب كأنك عبد بني عقيل من غير ما أشبهك به عبد بني عقيل ده الحجج ابن يوسف الثقفي من غير ما أشبهك به عشان أنت مش عايز تجيب الخاجر أخف ما عندك إلا الأتل والصلب أنت مش عايز تجيبها إذا أتاك هذا إذا أتاك كتاب هذا فانفهم إلى شغب حجج ده مات بقى بيقوله أنا مش حشبهك به يعني هو أوحش منك بكتير قوي بس عايز تبقى زي الحجج عايز تبقى زي الصلب بس فبقى شغب وبدأ موضعان بين المدينة والشام فانفهم إلى شغب يعني أخرج يعني كأن هو فانفهم إذا أتاك كتاب هذا فانفهم إلى شغب يعني مكان بين مكة أو بين المدينة والشام يبقى ده نفي عنده كأن هو ده عامل أو مسؤول عن اللصوص عن عقوبتهم فكان عايز يقتل بس فقال له لما وصف له خفة السبيل فقط قال له تنفيهم بس عن يزيد بن أبي حبيب أن الصلط كاتب حبان بن شريح أخبرهم أن حبان كتب إلى عمر بن عزيز أن ناسا من القبط قامت عليهم بيينة لأنهم حربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا وأن الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فقرأ حتى بلغوا أرجلهم وأرجلهم من خلاف وسكت على النفي وكتب إليه فإن رأى أمير المؤمنين أن يمضي قضاء الله فيهم فليكتب بذلك فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه قال لقد اجتزأ حبان ثم كتب إليه ثم إنه قد بلغني كتابك وفهمته ولقد اجتزأت كأنما كتبت بكتاب يزيد بن أبي مسلم بيقول يزيد بن أبي مسلم علج من أعلاج فارس اتخذه الحجاج في العراق كاتبا ومشيرا قال عايز أقول له أنت شبه الحجاج أو إيه قال كأنك كتبت بكتاب يزيد بن أبي مسلم أو علج صاحب العراق من غير أن أشبهك بهما ما هو لو كان شبهه ومهما كان شحي عينه هو يعني عمر العزيز يعني أكره أيام الحجاج ومثاله قال فكتبت بأول الآية ثم سكت عن آخرها وإن الله يقول أو ينفوا من الأرض فإن كانت قامت عليهم البينة بما كتبت به فاعقد في أعناقهم حديدا ثم غيبهم إلى شغب وبدى الاتنين دولون بلدين يعني حط الحديد فلا أبيهم علشان يبقوا مميزين بين الناس إبا الناس عرفاهم إبا الناس يحذروا منهم ويتركهم ويجتمعوا قال أبو جعفر شغب وبدأ موضعان وقال آخرون معنى النفي في الأرض في هذا الموضع الحبس وهو قول أبي حنيفة وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معنى النفي من الأرض في هذا الموضع وهو نفيه من بلد إلى بلد غيره وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته من فسوقه ونزوعه من عن معصيته ربه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وعاكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين